حتى الساعة مبروك الصورة لم تتغير جنوباً لم يحصل أي تغير لم يكن لم يحصل أي تحليق للطيران الحرب الإسرائيلي على غير عادة وأيضاً يعني ليست هناك أي عمليات في هذه الأثناء كل الجو في لبنان هو جو ترقب لما ستقول إليه المشاورات بين المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة إن كان سيكون من رد أو كيف سيكون الرد وحجم الرد على ما حصل في مجد الشمس مع إصرار إسرائيل على روايتها بأن حزب الله هو من أطلق هذا الصاروخ باتجاه الملعب في مجد الشمس رغم نفي حزب الله نفياً قاطعاً هذا الإدعاء لذلك الآن ترقب لما سيكون عليه الرد وإن كان الرد سيكون فقط على حزب الله أو سيكون بضربة موجعة لحزب الله أو إن كان سيكون بحرب أشمل وأكبر على كل لبنان لذلك الآن الترقب هو بالفعل الكلمة الأصحة والأدق لوصف الوضع في لبنان مع غياب تام مبروك لأي تصريح سياسي عن أي مسؤول سياسي لبناني عن رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو أي من النواب على ما حصل باستثناء البيان من قبل حزب الله الذي نفى فيه ضلوعه في إطلاق الصاروخ لم يصدر أي تصريح هدوء على الجبهة الجنوبية هدوء حذر بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة أو ما سيتحمله المفاوضات التي تجي بين المسؤولين الإسرائيليين حول طبيعة الرد على عملية مجد الشمس رغم أن حزب الله اليوم كان قام بسلسلة من العمليات التي استهدفت مواقع وثكنات ومستوطنات إسرائيلية سبع منها جاءت ردا على الغارة التي كانت استهدفت بلدة كفركلة وأدت إلى مقتل أربعة مقاتلين قام حزب الله بسلسلة من العمليات بمختلف أنواع الصواريخ بالكاتيوشة وبصواريخ بركان وفلق على ثكنة معلي قولاني بيت هلل مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزعورة ومستعمرة المنارة وزبدين وثكنة رميم يعني سلسلة من المواقع استهدفها ردا على مقتل هؤلاء الأربعة الذين كنا أشرنا بحسب مصادر الحدث إلى أنهم ينتمون إلى الجماعة الإسلامية ولكن حزب الله قام بتبنيهم ونعاهم كمقاتلين له اليوم ببيانات رسمية ردا على ذلك قام بهذه العمليات ولكن منذ أن حصلت العملية في مجد السلم أو أطلق هذا الصاروخ على مجد السلم طبعا هدأت الجبهة لن تحصل أي عمليات أو أي استهدافات كانت أغر غارة إسرائيلية حصلت على بلدة بليدة جنوبي لبنان ولكنها كانت سابقا أو في الوقت الذي ربما حصلت فيه أو أطلق فيه هذا الصاروخ على مجد الشمس والذي لم يتمنى أي أحد هناك طبعا حديث وتصريحات أو يتم تداول معلومات عن أن ما أصاب ملعب كرة القدم في مجد الشمس هو خطأ من قبل القبة الحديدية وأن صاروخ اعتراضي هو الذي سقط هذا ما يتم تداوله حتى أنه تم نشر عدد كبير من الفيديوهات التي فيها عمليات مشابهة أو فيها أخطاء من القبة الحديدية المجاورة لمجد الشمس والتي أدت مع الحديث عن أنه أكثر من مرة سقطت صواريخ اعتراضية في مجد الشمس في لبنان حاليا طبعا مع الترقب لما ستحمله الساعات المقبلة وإن كان سيكون هناك من رد إن كانت ستتحجج إسرائيل بهذه العملية لتنفذ ردا موجعا أو قويا كما يصرح به كما يصرح المسؤولون الإسرائيليون منذ ساعات منذ حصول هذه الضربة وحتى هذه اللحظة بانتظر طبعا ما سيقول إليه القرار حول شكل وحجم الضربة التي ستكون على لبنان في حال حصدت طيب ابقى معنا ناهد نذهب إلى لانا كلغاصي لانا استمعت إلى ما قالته من على الحدود الجنوبية اللبنانية ناهد الهذوء سيد الموقف ماذا عن جبهة التصريحات التي يطلقها الإسرائيليون آخر هذه التصريحات كما شاهدنا أيضا قبل قليل بمؤتمر صحفي لهليفي وهو أيضا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هو لم يتحدث به الجديد خاصة بأن الناطق باسم الجيش أيضا كان قد خرج في بيان قبل نصف ساعة تقريبا من الآن يوضح ما جرى في مجد الشمس ويؤكد اتهامه لحزب الله بإطلاق هذا الصاروخ من الجنوب اللبناني نحو ملعب لكرة القدم في مجد الشمس في الجولانة السورية المحتل وبالتالي الجيش الإسرائيلي لثلاثة مرات على الأقل أكد وهو مصر بأن هذه الصواريخ هي ليست صواريخ إسرائيلية وليست ناجمة عن القبة الحديدية إنما هي صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني تحدثت أيضا الزميلة قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي كان قد قام بسلسلة غارات جوية استهدف فيها بنى تحتية لحزب الله وأيضا يعني مصانع للأسلحة أو مواقع يوجد فيها أسلحة تابعة لحزب الله حسب طبعا إدعاء الجيش الإسرائيلي وبالتالي كان هناك رد على ما يبدو من حزب الله سواء في الجولان حسب الإدعاء الإسرائيلي أو حتى في المستوطنات الشمالية كان هناك أيضا ثلاثين أو أربعين صاروخ على الأقل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس أطلقوا من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية نحو إصبع الجليل الجليل الأعلى وأيضا الجليل الغربي الجيش الإسرائيلي أيضا ادعى بأن صفرات الإنذار كانت قد أطلقت في بعض المناطق الشمالية لتحذر من هذه الصواريخ التي أسفرت بنهاية المطاف على مقتل عشر سوريين من العرب ومن بينهم أطفال وإصابة أربع وثلاثين على الأقل ستة منهم إصابات تحرجة وبالتالي كان هناك تصريحات أيضا تؤكد بأن الجيش الإسرائيلي سوف يقوم بالرد على هذا الاستهداف ربما أيضا كما تحدثت بعض المصادر من الممكن أن يتم استغلال هذا الموقف حتى تقوم إسرائيل برد كبير على الجنوب اللبناني أيضا وزير الخارجية كما تحدثنا أيضا قبل قليل كان قد تحدث بأن حزب الله تجاوز الخطوط الحمر وبالتالي الجيش الإسرائيلي يستعد أو من الممكن أن يكون هناك حرب شاملة وواسعة على حزب الله وبالأساس ربما يكون هناك أيضا ضغوطات على الحكومة اليمينية من بعض الوزراء اليمينيين الذين يطالب وبن يمين نتنياهو منذ أشهر بشن حرب كبيرة وشاملة ضد حزب الله خاصة بأننا نتحدث أيضا عن 120 ألف من الإسرائيليين المستوطنين هم خارج المستوطنات الشمالية يعني خرجوا منذ تقريبا بداية الحرب ومنذ بداية التصعيد على الجبهة الشمالية من هذه المستوطنات وهم يرفضون حتى هذه اللحظة من العودة إليها هم تواجدوا في وسط البلاد ضمن منهم بأنها أماكن أكثر أمانا من المواقع التي يتم استهدافها بشكل يومي ولكن اليوم تحديدا مقارنة في هذا الأسبوع في الأيام الأخيرة كانت تصعيد أشد وعدد الصواريخ ربما أكثر من الأيام الأخيرة منذ ساعات الصباح يقدر عدد الصواريخ التي أطلقت من الجنوب اللبناني نحو 100 قضيفة صاروخية أطلقت طبعا القبة الحديدية أيضا استطاعت إسقاط بعد هذه الصواريخ ولم يكن هناك أي إصابات أخرى فقط الإصابات التي تحدثنا عنها وهو الحادث المؤسف حقيقة في مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل طيب شكرا لكم حتى اللحظة مراسلة الحدث لانا الكلغاصي من القدس والشكر أيضا حتى اللحظة سأعود إليكم وأيضا شكر لمراسلة الحدث ناهد يوسف كانت معنا من الحدود الجنوبية اللبنانية